إبراهيم أهلا بك برش مهندس أهلا بك عزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس الحلقة 854 من ملك وكتابة يقف فيها المهندس عدلي ما بين توحيد المشاعر بفعل النكسات والنكبات وأيضا تنام الأزمات والأطمع أولا بداية كده نعزي أنفسنا والأشقاء العرب الأشقاء بمعنى الأشقاء هما أشقاء في الدم دلوقتي الكوارث عندما أتت لم تفرق بين ليبي وعربي ومغربي إنما الدم انتزج في هذه الكوارث و الدفع فيها ثمن غالي أستاذ إبراهيم ولكننا شاهدنا المجتمع العربي شعبا وحكومات يندفع لمساندة الأشقاء في مواجهة هذه المحنة والكوارث سواء في المغرب وتحديدا في ليبيا ليبيا حدودية والحقيقة يبدو أن الكارثة في ليبيا أكبر بكتير هي قتلنا في اللحظة الأخيرة وإحنا على الهواء ما أدركناش عمقها لكن من سرعة استجابة على الأقل الموقف المصري للدعم وكان موقف الجيش المصري وقيادة هذا الوطن بالرئيس عبد الفتاح السيسي اللحظية الفورية اللي أثبتت حكتين مسافة السكة ليست كلمة ولكنه واقع عندما يحتاج إليه أنا شفت فيديوهات وقوافل المساعدة تدخل ليبيا واللهفة والارتياح لدى الشعب الليبي من هذا المشهد وشعور بالطمأنينة وبعدين لما تشوف التنظيم الفائق يعني فيه واحدة جزائرية باحثة كدب مقالة وعمود النهاردة أنا خدت وشيرت على معظم العرافة فخر شديد جدا وهي بتقول على مدى جاهزية الجيش المصري إنه يبعت قوافل عملة حساب لكل شيء مش قوافل غذائية ومساعدات طبية إنما إيواء ناس تعمل إيه والخيام وتتحط فين وبحيث إنك أنت عربيات إسعاف انتشال جتامين الضحايا المصريين تحديدا ويرجعوا الدفنه في نفس اليوم أو بعديها بيوم على الأكتر أنت أكتر أكتر واحد شعرت وحكيت لي الصعيد ناله نصيب كبير من هذه الفاجاعة عدد كبير أسر أنت في أسر بيقوله فيها 14 واحد بنسوف فيها 75 واحد يعني ف يعني لما تشوف الإسعداد جوا وبرا وبحرا المنسترال المنسترال مدينة متحركة فيها كل الإمكانات عشان تقدر تفتح طرق جديدة لحتى اللي عايز يساعد من دول أخرى مش عارف يخش كان استطاع الجيش المصري أنه يساهم في هذا وهو يساهم بمشاعر المسئولية والجوار والدم الواحد والأسف الشديد هل نحن باحتياج إلى كوارث توحيدنا والأطمعته فرخنا أستاذ إبراهيم هل مصالح تفرخنا أستاذ إبراهيم أما نيجي نشوف كيف تعبت للأسف الشديد إسرائيل بالمنطقة ونشوف بتخرج كسبانا من كل المواقف وإحنا عمالين أحيانا نتفرج على اللي عنده موقف صعب وعايزين إحنا بنقولش حاجة إحنا عايزين نقف مع بعض نتبادل المصالح التجارية ما تدوش ما حدش أدي التاني منح إنما أدي استثمارات هنا وخد مني هنا وتاخد من الغريب ليه نتبادل نتبادل المصالح لأن ساعة الجد ملناش إلا بعضها حرفيا والمشهد السياسي لا يبعد كثير عن بق مناح الحياة المشهد الرياضي نفس الموقف أستاذ إبراهيم أنت وكأنك بنحتفي بالتحفيل على بعض وبنفرح قوي لما نجد إن مين متبني موقف الأهل مين متبني موقف بيرامد مين متبني موقف الزمالك في الخارج وكأننا يعني فرحانين إن الناس بتقول علينا إيه بشكل سلبي لكن هما بيقولوها عشان يقلوا عشان الكورة عندهم تقلع الكورة عندنا عشان الكوادر الإدارية عندهم يقولوا إن إحنا خلاص علمتونا بس سبقناكم أين نحن ونحن في هذه الغفلة من إحنا ولذلك أنا في كل الأحوال أنا لازم أعتبر إن أنا والزمالك تحديدا في منافسة شريفة ما يقدرش حد يخش يمزقها ولكن كل واحد يبذل جهده فأي محاولة إن واحد يقولك لو غرقت وإغرق معايا لا أنت ما تغرقش معايا أنا شدك ونجيك محاولة يغرق الثاني علينا أن نفط إلى ما يحدث حولنا لأن الحقيقة مصر ساعة الجد هي الشقيقة الكبرى مش عايزة من نقشة وفي الكورة يجب أن نستعيد على الأل لنقف موقف تستحق الكورة المصرية بريادتها وعراقتها وجزورها التاريخية أنا عمل أربط في المشهد وشايفوا أنه مش منفصل غير أن إحنا للأسف الشديد برضو يعني عندنا فقرة مهمة لكن بسرعة كده هلمس اللي كان مستني خسارة المنتخب عشان يقدر يلقح على الأهلي فقط فتجد كل الأقلام اللي بتهجمك قبل المباراة هي اللي بتهجمك بعد المباراة برضو هم اللي فرحوا بالهزيل هزيمة وكأنهم ولا استناني بقى لأنني عايز أقول كلام كتير في الحتة دي